اليوم قواتنا ضمن عملية درع الفرات تابعت عمليات التقدم ضمن مدينة الباب لتحريرها من تنظيم داعش وكان اليوم قرار الحسن بإذن الله سبحانه وتعالى بالسيطرة على مدينة الباب ولكن قامت قوات النظام بمباغة قواتنا والالتفاف عليها عبر التقدم على جبهة أم الزندين ومحاولة من قوات النظام لقطع خط الإمداد على قواتنا فما كان من قواتنا إلا أن أرسل التعزيزات على جبهة النظام وحصل اشتباك مباشر مع قوات النظام دامة لأكثر من ساعة وحققنا إصابات وقتل في صفوف النظام